معظم ما نعرفه عن النوم لم يكتشف إلا في السنوات الخمسة وعشر الماضية ولكن بدأ العلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم يتعلمون المزيد والمزيد عن النوم ويكتشفون أشياء لم نحلم حتى أن نعرفها عن النوم وفيما يلي قائمة بالحقائق الأكثر إثارة للاهتمام والمثيرة للدهشة حول النوم التي قد لا نعرفها واحد للنوم نفس أهمية النظام الغذائي وممارسة الرياضة ومع ذلك فإن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يؤخر النوم بإرادته على عكس باقي الكائنات التي تنام في أي وقت وفي كل مكان اثنان كلما زاد الارتفاع كلما زادت فرص اضطراب النوم خاصة على ارتفاعات تتعدى الأربعة ألف مترا ويعتقد أن الاضطراب ناجم عن انخفاض مستويات الأكسجين والتغيرات المصاحبة في التنفس ومع ذلك يتكيف معظم الناس مع الارتفاعات الجديدة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة تقريبا ثلاثة تساعد ممارسة الرياضة في العموم على الاستغراق في النوم بسهولة وتساهم في الحصول على نوم أفضل ولكن ممارسة الرياضة مباشرة قبل النوم أو بشكل متقطع لها تأثير عكسي وتجعل الاستغراق في النوم أصعب أربعة صحيح أن معدل الاراق يزداد مع التقدم في السن غير أن الاراق غالبا ما ينشأ بسبب عوامل كثيرة مثل القلق والضغط النفسي والأمراض النفسية والجسدية والتغييرات في المعيشة والنوم والتاريخ العائلي ومواعيد العمل والنظام الغذائي والرياضة خمسة يحتاج معظم البالغين الأصحاء ما يتروح ما بين سبعة إلى تسعة ساعات نوم ليلا ومع ذلك يجد بعض الأشخاص القدرة على متابعة يومهم بدون نعاس أو إرهاق بساعات نوم لا تتعدى ستة ساعات ستة النوم حالة يقظة على عكس ما يعتقده الكثير منه فقد اكتشف العلماء على مر السنين أن المخو يكون نشيطا جدا أثناء النوم بل وتستخدم بعض أجزاء المخ الأكسجيني والجولوكوزي بكميات أكثر من أثناء الاستيقاظ سبعة نشعر بالتعاب في موعدين مختلفين في اليوم وهما الثانية صباحا والثانية ظهرا ففي هاتين الفترتين تنخفض اليقظة طبيعيا ثمانية تبعا للتصنيف العالمي للطرابات النوم يتعرض العاملون بنظام الورديات إلى خطورة الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والجهاز الهضمي لأن الجسم لا يتأقلم أبدا مع طبيعة العمل تلك تسعة ينام حديث الولادة ما يتراوح ما بين أربعة عشر إلى سبعة عشر ساعة يوميا بشكل غير منتظم مع فترات استيقاظ تتراوح ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات عشرة تختلف حاجة الأشخاص للقيلولة فالبعض يحتاج إلى قيلولة أو أكثر خلال اليوم ولكن يحتاج معظم المراهقين للقيلولة أكثر من البالغين لأنهم عادة ما لا يحصلون على قسط كافي من النوم ليلا أحد عشر يعاني الأشخاص الذين يحصلون على قسط غير كافي من النوم من شهية مفتوحة لأن مستوى هرمون اللبتين الذي يتحكم في الشبع يقل مع قلة النوم مما يحفز إحساس الجوع إثنى عشر الرقم القياسي لأكثر مدة يقضيها شخص بدون نوم كانت أحد عشر يوم استطاع أن يحققه طالب أمريكي اسمه راندي جاردينر عام الف وتسعمائة وأربعة وستون ولكن بالطبع هذا أمر غير صحي ولا يوصى به بتاتا وقد عانى راندي من أعراض حرمان النوم الشديدة وآخرون توفوا إثر البقاء مستيقظين لفترات طويلة ثلاثة عشر إحساس السقوط أو الانتفاض أثناء النوم يسمى بالانتفاض النوم على الرغم من عدم معرفة العلماء سببه أو أهميته حتى الآن غير أنه أمر طبيعي جدا ولكن وجد أن الانتفاض النوم يزيد مع القلق أو مع تناول الكافين أو مع النشاط الجسدي قبل النوم وهو شائع بين صغار السن ويقل مع التقدم في السن أربعة عشر التعرض للإضاءة ليلا أثناء النوم حتى لو كان ضوء المنبه الخافت قد يسبب اضطراب في النوم حتى لو لم نستيقظ خمسة عشر غالبا ما يأخذ الاستغراق في النوم من عشر إلى خمسة عشر دقيقة ولكن لو أخذ أقل من خمسة دقائق فذلك معناه أن الشخص يعاني من الحرمان من النوم ستة عشر المنبه الطبيعي الذي يساعد الكثير من الناس على الاستيقاظ قرب الموعد الذي يرغبون في الاستيقاظ فيه يرجع إلى التوتر الناجم عن ترقب الاستيقاظ مما يسبب تدفق هرمون التوتر سبعة عشر هناك علاقة وثيقة بين درجة حرارة الجسم ودورات النوم والاستيقاظ ولكي ننام يجب أن تنخفض درجة حرارة الجسم كذلك نجد صعوبة في النوم خلال ليالي صيف الحارة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب وشاركونا رأيكم بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة